كارثة إنسانية تسببت فيها ميليشيا الحوثي بقضعها للطرق الفرعية والرئيسية في تعز وغيرها من المحافظات وأجبرت الشاحنات الكبيرة على سلك طرق فرعية تسببت هي الأخرى في مأساة بالنسبة للمواطنين وما حدث في منطقة الفرشة بمدرية القبيضة في تعز من إغلاق الأهالي للطرقات نموذج لحجم الطفح الذي وصلوا إليه بسبب عبور الناقلات طرقهم وتلويث بيئتهم كما يقول الأهالي تعتبر طريق الفرشة خط فرعية يربط طريق الوهط دور الباحة من مفرق دار القديمين بمنطقة الفرشة والتي بات الطريق رئيسي لأبناء المحافظات الشمالية ولمعظم المسافرين من وإلى تعز بالرغم من أنها ترابية ونتيجة لمرور المركبات وازدحامها بالخط ينبعث منها أتربى وغبار يغطي سماء المنطقة ويسبب العديد من المشاكل الصحية لجميع الفئات العمرية مما دفع الأهالي لإغلاقها كرسالة للجهات المختصة لكي يتم إعادة النظر في تأهيلها وترميمها المتوقف منذ أكثر من عشر سنوات تظل طريق الفرشة ضمن الطرق التي تحصل المدنيين وتقضع عنهم شريان الحياة وهذه طريق الزيلع في تعز مقطعة وملئة بالحفريات والإنيارات الصخرية ولم يتم إعادة تأهيلها هي الأخرى حتى اليوم نتيجة اختلالات الأمنية في المحافظة وبعدها تماما عن أي إصلاحات منذ فترة من الزمن أما هذه الطرق فبات الطرق الرئيسية وشريان حيوي لمالكية الشاحنات والمركبات المحملة بالبضائع من عدن إلى محافظة تعز بعد أن أغلقت الميليشيا الحوذية المنافذ والمعابر المؤدية لمدينة تعز وتسببت في مأساة إنسانية كبيرة للسكان ممن تقطعت أوصالهم ويحتاجون للتنقل من منطقة إلى أخرى ساعات ضويلة لا يتحملها كبار السن والنساء والأطفال وخصوصا الحالات المرضية الحرجة